السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب باي بيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة إن شاء الله نحض مع بعض الوقتي الأزهر تس اختبار الأزهر على يونت تو الوحدة التانية من كتاب باي بيت للعام الدراسي الجديد عشرين أربعة وعشرين حل مع بعض صفحة مية واثناشر وصفحة مية وطلتاشر وأول سؤال معي خاص بليسنينج الجزء الخاص بي الاستماع بيجيب لي فكرة باستمع إليها وبعد كده بيجيوب على الأسئلة بيقول لي listen anxious استمع وأخطر listen to me اسمعوني كده والفكرة بتقول نيتشر الطبيعة makes us happy بتيجعلنا سعداء we go to the desert بنروح للصحراء or the river او للنهر if you لو أنت live in the city بتعيش في مدينة go to a park اذهب إلى حضيقة عامة and enjoy trees وستمتع بالأشجار and flowers there والظهور هناك هنا جايب لي الفكرة الفكرة سهلة جدا نبدأ بانجوب على الأسئلة بتاعتها بيقول لي هنا سؤال رقم واحد nature اللي هي الايه nature يعني الطبيعة makes us يعني بتجعلنا بتجعلنا ايه تمام على حسب مورد في الفكرة unhappy يعني غير سعيد happy يعني سعيد ولا worry يعني يقلق او قلق ولا سادي يعني حزين طبعا بتجعلنا سعداء يبقى nature mix as happy بتجعلنا سعداء رقم اتنين if we live in the لو احنا عايشين في ايه we can go to a park بنروح كده ونذهب إلى حضيقة عامة او متنزة village لو احنا عايشين في قرية هنروح لحضيقة عامة ولا country عايشين في دولة او بلد ولا city عايشين في مدينة ولا city عايشين في بحر طبعا لو احنا عايشين in the city في مدينة we can go to a park نقدر نروح كده لحضيقة عامة وقعد كده السؤال التاني جايب لي هنا حوار ما بين رامي وياسين رامي هنا بيقوله you live هل انت تعيش near the sea يعني قريب من البحر do you have بيقوله انت تعيش قريب من البحر do you have ابوت يعني هل عندك ابوت يعني هل عندك قارب طبعا هنا بيقوله انت تعيش جنب البحر او قريب من البحر انت عندك قارب ممكن يقوله هنا ايه yes نعم i do ايوة انا عندي يبقى ياس والاي اللي بتتحول في السؤال اه ليه i في الاجابة ودو بتنزل زي ما هي في حالة الاثبات معي لكن لو no هنقول no i don't عمر وعدل عمر هنا بيسأل سؤال تمام عدل بيرد عليه بيقوله هنا ايه sami is learning sign language سامي بيتعلم لغة الاشارة تمام sign language because يعني لان he is deaf هو ايه شخص اصم لا يستطيع ان يسمع تمام هو بيسأله هنا ليه سامي بيتعلم لغة الاشارة يبقى why يعني لماذا is سامي يعني ليه sami learning يتعلم sign language اللي هي لغة الاشارة sign language اللي هي لغة الاشارة نيجي بعد كده الجزء الحص بالاختيارات والسؤال هنا رقم واحد ويجب ان احنا بي يعني يكون يجب ان احنا نكون ايه to our parents لوالدينا parents اللي هما الوالدين نكون careful يعني حذر وحريص normal طبيعي ولا grateful شاكر وممتن وال hungry يعني جائع المفروض ان احنا نكون ايه لوالدينا يبقى وي شوط بي يجب ان احنا نكون grateful شاكرين وممتنين to our parents لوالدينا رقم ادنين بيقولي نقط عثمان staying in london now عايز يقوله هل عثمان يبقى او يظل في لندن الان عند هنا الفرب ومضف له ing هاختر yeah is yeah are هاز عايزة تصريف ثالث وداز عايزة الفعل في المصدر يبقى yeah is yeah are وعثمان الفعل بتاعه مفرد هاخد معه is رقم ثلاثة all the kids kids اللي هما الاطفال كل الاطفال are looking forward نقط the أو to the beach للشاطئ عايزة اقول يتطلعوا لازدهاب الى الشاطئ عندي اسمها looking forward ومعنى يتطلع الى looking forward to تمام على بعضها كده مفروض كان جاب لي to ما جاب حش بلقها في الاختيرات بيجي لي بعدها الفعل في المصدر وبضف له ing يبقى انا عايزة to والverb ing looking forward to go to المصدر going to going يبقى to والverb ing هو ده اللي احنا عايزينه تمام ولا go الفعل في المصدر يبقى اسمها looking forward to والverb ing يبقى going to the beach يتطلع الى الاذهب الى اي اشعة يبقى عرفنا كده اني لكم forward to يعني يتطلع الى بيجي بعدها الverb رقم رقم اربع او معناها يعني غير قادر غير قادر انه هو يسمع ما بيقدر ش يسمع يبقى ده الشخص ايه يعني اعمى يعني اصم ولا ضم يعني اخرص ولا يعني قوي طبعا معناها هذا الشخص اللي هو الشخص الاصم بعد كده رقم خمسة اللاعبين انهم يسجلوا او يحرزوا اللي هي الاهداف او اجول يعني هدف تمام يعني في تلك اللحظة ودي من الكلمات الدالة عن مضارع المستمر يبقى اللاعبين جمع يبقى الفاعل بتاع جمع بياخد معاه ار والفرب اي ان ج يبقى هنا الفاعل في المصدر ولا يعني حاول هنا في الماضي ولا هنا الفاعل وبه يبقى اللاعبين جمع بتاخد معها ار والفرب وال اي ان ج يبقى بيحول انهم سكور يسجلوا اجول هدف اذام من في تلك اللحظة رقم ستة بيقول هنا ذبيبي اس كراين ذبيبي اللي هو الطفل الايه الراضية اس كراينج يعني بيبكي الطفل الراضية ده بيبكي ايه انا بوصف الفعل عايزة هنا ظرف او حال لود يعني بيبكي بصوت عالي لود هنا اللي هو بمعنى عالي او مرتفع ولا اس لود طبعا اسمها اس لود اس يعني اس والصفة واس بشبه حكتين ببعض ولا هنا لود يبقى عندي هنا الطفل الراضية ده بيبكي بصوت عالي يبقى كراينج لود بيبكي بصوت عالي بعد كده هنا بيقول reading comprehension قراءة الكطع صفحة مية و13 بيقول هنا هاي سمية اهلا يا سمية بيقول هنا بيقول read the following اقرأ التالي then answer the question بعد كده اجاوب على الاسئلة هاي سمية اهلا يا سمية بتقول لا هنا يعني من الافضل ان انا اقبلك يوم سبت لان انا انا اخرب معلت يوم الجمعة لذلك لو ده بيكون مناسب او جايد بالنسبة لك why don't you come here ليه ما تجيش هنا then you can see the new flat وبعد كده تشوفي تقدر تشوفي الشقة الجديدة we can eat اتهم نقدر ان احنا ناكل اتهم في البيت يبقوا هنا بتعود على مين على السمية وكمان المرسل اليها الخطاب ده اللي هي جهان تمام بتقول لها ممكن ناكل نذهب كده للتمشي in the afternoon في فترة الظاهرة i want to hear all about your new job عايز اعرف كل حاجة عن وظفتك الجديدة our address العنوان بتاعنا is in نهضة street في شارع النهضة but it's a bit difficult to find لكن هو صعب قالين ان انت تلاقيه because لان the house numbers الارقام بتاعة المنزل are really strange here يعني بتكون حقا غريبة هنا يعني الارقام هناك في المنطقة اللي هي عايش فيها بتكون غريبة there is a small side street you get شارع جانبي صغير behind it يعني وراهم كده شارع جانبي صغير don't ask me why the side street doesn't have a different name بتقول لها ما تسألنيش ليه الشارع الجانبي الصغير ده ما بيكونش له a different name يعني اسم مختلف هو اسم كده شارع جانبي but هاجي ووصلك للايه للمكان عندي let me no اسمحي لي ان انا اعرف if there is anything you do يعني اسمحي لي كده اعرف لو انت عندك او يوجد اي شي ان انت تقوم بي او تعملي don't like to eat او حاجة انت ما بتحبش تكليها see you soon يعني اراقي قريبا وهنا المرسل اليها مين اه هنا الرسلة مين الرسلة آآ جيهان يبقى هنا هي سامية بتحيي سامية دي المرسل اليها وده اسم الايه الرسلة اول السؤال هنا بتقول هنا why can't جيهان ميت سامية on friday ليه مش هتقدر ان هي تقابلها on friday يوم الجمعة طبعا لان هي هتخرج مع مين مع آلتها هنقول هنا اللي why بجاوب because الكلمات because يعني لان because لان she هي is going out يعني ايه يعني سوف تخرج with her family معالة هتخرج معالتها رقم اتنين بيقول where does جهان اين تعيش جهان جهان بتعيش فين اللي هي ارسالة الرسالة او الخطب ده طبعا بتعيش في الشارع النهضة يبقى نهضة يعني في نهضة يعني يعيش في الشارع ايه في الشارع النهضة رقم تلاتة الضمير اللي هو ضحته خط و يعني بيشير الى ايه طبعا بيشير لمين لسامية وجهان يبقى سامية جهان بعد كده هنا جايب للسؤال الرابع يقول جهان عايزة سامية تشوف الايه الجديد طبعا اول حاجة عايزة تشوف الوظيفة الجديدة فلاد الشقة الجديدة ستريت الشارع الجديد ادرس العنوان الجديد طبعا عايزة هتشوف ايه الشقة الجديدة ذا نيو فلاد رقم خامسة جهان يعني بتقطر التناول او ياكلوا فين في البيت ولا هياكلوا كده في مطعم ولا في النادي ولا في مكهى طبعا بتقترح عليها ان هما ياكلوا في البيت يبقى في البيت الجزء الخاص بالكتاب عايزنا انا اكتب هنا خمس جمل عن انشطة الخاصة بعطلة نهاية الاسبوع اللي بتقوم بيها وده متجاوب هنا على طول عندي قبل الاختبار ان شاء الله قدم لكم فيديوهات كثيرة جدا لاهم البراجرافات الهامة والمتوقع لمنهج الصف الثاني الاعدادي الترمي الاول